ترجمة نانسي قنقر باسترير بلان شوية تخويف باش التوانسة على خاطر فاما إرهاب يبلعو سكاكن كل بدمها من بعد حكايا على الأمور الاجتماعية ونحاز الويدات زادا كما تغلبش ويدات في البردفار مع لو جي تتتات راهو الارهاب باش يأكلنا معناها وبعد خصص أكثر وقته يحكي على حزبه المتفكك ولي هو كامل لون واضح اللي باش يتفكك وقت اللي تجي قسمة الغنيمة على خاطر سدي بروفيتور والناس انتزهدين وفيهم برشة أنا نعرف ما يفهموا حتى شيء من السياسة وما يفهموا حتى شيء من الديمقراطية وما عندهم حتى علاقة بالثورة هذية اللي حاطتهم في الواجهة نوك خصص الوقت كله يحكي عليهم جامعة ولدو خاطر وقت الكل عملنا كل شيء بالتوافق ما هو معناها راهو حافظ كلمته هي اللي باش تمشي خاطر حافظ يحب على مؤتمر بالتوافق يعينه هو واليعين اللي يحبه هو بمبورت وفما شوية معناها تحليف وترديل المحسن مرزوق وجمعته قال فما الناس مش مش عجب هالكلان ولمحسن مرزوق معناها رد عليه وقال ويا ملتوا هاني باش نخرج العفن حصيلوا الحكاية كلها عفن فعفن اللي هادا ساكت على العفن الاخر مو جندا تونس اللي اختصره بالظاهرة هذية باش كونو نوزهاء ولكن هو يجسدها اكثر ونظرا اللي كونو هو معناها توا في الحكم وحتى اللي معاه في الحكم لو عندهم عفنهم وهذي لقاعد الخزعبلات اللي قاعدة تاقع الكل أنا نراها فيها احتقار للثورة وفيها استخفاف بدم شهداء والجرحة وفيها تجاهل للي صار في تونس زلزال كبير ومش على خطر هومة انتخبوهم بضعة ملايين من التوانسة المغرر بهم ولي خافوا من الارهاب ولي لوجوا على شوية استقراروا غلطوا فيهم وتواوا اللي يعبروا على ندمهم مش هذية اللي باش تخلي الثورة تلغى كان يومو كاني معناها يعفينا منك السهرية البارح معناها الناس حستروحها كينو يحبسها في كوفرفو وقاعدهم في ديارهم باش يسمعوا الخرطر متاعو معناها الواحد والحاجات اللي معاش تنطليع للتوانسة بدليل انو معناها فما انسو ليفمون يظهر في فيسبوك ولكن توازينت يظهر زادة في حاجات اخرى منحب اذكر قاعد سبسي بلي هو وقت الترويكات بعد اتعام على الترويكات حبي طيارهم حبي عملهم دقاج ما يقالولو را عندهم شرعية قالوا ما فماش كان شرعية الانتخابات فما زادة شرعية الانجاز انا باش نطبق كلامه وباش نسعى انا نحاسبه على شرعية الانجاز وربما تتنظم حاجة ولا على كل حال المجتمع المدني والمجتمع السياسي اللي ما زالش فيه شوية عرق للحياة ان شاء الله هذي اللي تكونوا معناها ضوء احمر يبيلوا اللي احنا معناها على كفة عفريت واللي هذا رجل كبير والله اعلم وعندهم يعني في العصابات متاحهم فما بوكس كبيرة على الخلافة وجمعة متصورين ينجموا يعني لسبعة نوفوبر جديد إذا بنمنعوا هذا ونحميوا ثورتنا اللي هي مستمرة وتحية الثورة وهي مستمر فاصل 22 يقول رئيس الجمهورية ورئيس الدولة ورمز وحداتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويظهر الاحترام الدستور الدستور اللي هو قاعدة قانونية معناها يجي في سياق عام لكن تفعيلها يخضع نوعا ما للواقع السياسي رمز وحداتها في السفدير مبدئيا مقاربة شكلية الناج المنقول هو اشتفاش تحدث الرئيس تحدث في ثلاثة محاور المحور الأولاني هو على حكاية الإرهاب ومعناها والديوانة والجيش إيجابي مع ذلك معناها يلزم ويعطي الرسالة هذيكة ولا تتنافع مع الدستور المسألة الثانية على السلم الاجتماعي أنا يظل في هذية زي ما مخرقش الدستور على خطر واحدة الدولة ونتصوره معناها المفارضات الاجتماعية هي لأساس السلم الاجتماعي ما نشحدش في القطاع العام وفي القطاع الخاص معناها كارثة طوال المسألة الثالثة اللي هي فيها شكال هي تدخلوا ماعناها بإقرار بإقرار هي موش إقرار موش اقتراح إقرار أقرة معناها طريقة متاع رأب الصدع ولم الشقوق في النداء واقتراح لجنة وعطاها حتى معناها اللجنة كان نشحد نشحد كمان نشحدش في ك حل باء يتمثله في العقاد المجلس الوطني وما سيقرره يلزم الكافتاء أنا من ناحية المبدأ حتى عربت وحكيت مع بعض الزملاء عندي أنا رأي مخالفة وكي تقول قاعدة قانونية ما عندنا نظام دستوري نحن نظام سياسي عندنا نظام برلماني معدل معناها بين النظام برلماني وبين النظام الرئاسي معناها النجم تقول معناها اشتر صلاحيات زين العبدين بن علي مثلا لاه الملكة فيكتوريا يدشن ويمشي معناها المراس ما كهو ولاه الزين ولا بوركيبل بين المنزلتين في رأي أن المكانة في البينية هذه بين الملكة فيكتوريا والإجابات والإجابات وبين الزين العبدين بن علي مربوطة بشخصية رئيس الجمهورية فهمة شخصية توسعية وفهمة شخصية معناها محافظة ومنكمشة والطبق النصبي كما كان مثلا المبصع وهذا مربوط بشخصية ونعرفوه عنده شخصية توسعية الباجي قايت سبشي نعرفوه سيد باجي ومربوطة بشي اخر مربوطة برئاسة الحكومة رئيس الحكومة عنده سلحية أكثر رئيس الجمهورية لا جدالة في ذلك لكن كي يبدأ إذا كان جاء رئيس الحكومة قوي رئيس الجمهورية يتحصر ما يتكلمش برشا وما يدخلش برشا وكي يبدأ مش قوي برشا يزيد يتوسع هو توسع معند ربي يزيد يتوسع سيد باجي جد على ذلك رئيس الحكومة مش حزبي دونك الدستور لا يتعارض والوضع الحالي لا يتعارض والتركيبة الخصوصية رئيس الدولة الحالي والحكومة الحالية تبرر كونه سلباجي يدخل في شأن داتونس فما صريح النص عبارة النص فما روح النص هذه من ناحية الدستورية لا يتعارض من ناحية الدستورية الحزب هو في البلاد مهما كان اسم الحزب الأول في تونس الجبهة ولا أفاق طالما أنه هو الحزب الأول وترتكز عليه الحكومة ودوليب سلطة الشريعية لا سيما أن السلطة الشريعية التوى عندها إسقاط تنزيل الدستور في القوانين مرحة انتقالية ما زلنا فيها روح مرحة انتقالية تنتهي بتركيز المؤسسات الدستورية اللي ما زلت الحمد لله كمنا المنسل على كمنا المحكمة الدستورية ثم ما زلتنا الهيئات الدستورية المستقلة خمسة وخاصة السلطة المحلية اللي سلطة بذاتها وقوية وعندها برش استقلالية ما زلنا في فترة هذي هذي ماذا بينا بنوع من الرسالة نعاوج كما تعدت المحكمة الدستورية عدال فصل السبعة اللي سترحش كال باقي الكل تعدى الحمدول الله بسلاسة لذلك الوضع الحالي يمكن بعد عشرين سنة تولي ما ينجمش يتكلم واحد كما الباشي يجينا واحد حشام شوية ويجينا واحد يبعب عكتر رئيس الحكومة هالحاله على حاله بالدستور بالشخصية رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بيكونوا نيداتونس الحزب الاول وحتى نجيم يكون حزب اخر لا مانعة بالنسبة لي انا بل من واجبه رئيس الجمهورية في سورة صمت رئيس الحكومة ان يتدخل على خاطر كالحزب له في البلاد عنده اكثر من ثلث المعطل تعطى لا تستيعطلوا بالضرورة البرلمان والحكومة وصارت هيا عنا دليل صارت كل الخوضة والشقوق وقمرت وجربة والعصي مش تعطى البرلمان الليجان ما تعقدتش وناش بشعكية وقتها في الليجان المحكمة الدستورية ولا شقي واثنين وثلاثين وواحدة وثلاثين وشد شق وشد شق وشد شقف وشد عصا وشد هراوة كذلك مش فهم اعظام الشق هذا ومشق هذا في الحكومة بالضرورة والناس الكل في المسار للانتقال بالسلم الاجتماعي رسط الناس اليوم الناس الكل اللي تحكي الناس الكل في الشارع في العائلة في التلافز في الجرائب في الاحوام في القاوي في الجواب ما عليش يحكيه الناداء وشقوقه دوغ مظرة للبلاء بيصرف النظر على اسم الحزب لا موسحي حاول حاجة مجلس النواب قاعد يشتغله ولو بالنسقة متاعه هو ما اثرش فيها ازمة نداء نسقة متاع متاع مجلس النواب الشعب هو بيدو متغيرش من اول لمن النهار الولاني ما كانش فهمها ازمة لليوم هذي حاجة اثنين كان يمكن ان يتدخل ولكن بصيفة خافية هاللجنة هذي قال ما اقبلهم وعيتلهم وحكيه معهم وكلفهم بالمهم انتهى الموضوع عليش شعنا في الشعب التونسي وتسمينا في اسامي ما حقوش سميهم لانه ما اسميها كيما يقولوا باللغة الشعبية بالازلام ازلام اصبح منظيم شحل ومشاكلة الحزب الحاكم لا ينجم يتدخل ما قلتش ميدخلش ولكن في الوقت الخاص خارج خارج الوقت اللي يخدم فيه لانه شعب التونسي حطه رئيس غادي وخلص فيه غاديكا بشكل هاي بشأن العام مش بشأن الخاص متاع حزبه وبالتالي وهو بده صور نسلخ عن حزبه اخلاقين يحبي الدخل اوكي فما حتى مشكلة لكن ينجم نهار لحد يعاية للناس هذوما ويقعد معهم يقولهم برب يحلونا المشكلة هذية رأي البلاد منزيدوش عليها مشاكل وعدم استقرار الاخير هذا واضح ممكن ولكن مش بهال بهالشكل العلني هذية وتدخل معناه ننتظر وتدخل رئيس الجمهورية فسمعنا نسمعه تدخل رئيس حزب غير قادر ان يفض احترام داخل حزب هاو دي صار اظن اللي رغم ذلك بش ننسب الاشياء وهي ما ينقصه نتو في تونس بش ننسب الاشياء الحكر الزمني من ناحية الرمزية الحكر الزمني اللي اعطاه المشكلة نيدا تونس يجيها تقريبا اكثر من واحدة ندقيقة والحاله تتكلم في الارهاب ثم حتى من ناحية الرمزية فماش يتواصل كانوا هو بالعكس كانوا حتى ندقيقة على الارهاب ودقيقتين على نيدا تونس لماذا نيدا تونس اهم الارهاب وهم الوطن فما ترتيب وفما ذوق والسلم الاجتماعي يحكي فيها ثلاثة دقائق ولا ما دقائق كارو يحكي معناها تكون فما تاناسو وكارو يحكي هذاش تقيق على الارهاب مثلا وثلاثة دقائق ترتيبا من الاولويات السلم الاجتماعي وثالثا يحكي على نيدا تونس ويعطيه تقيقتين ما اكثرش وما يدخلش في الارهاب ويسمينا رئيس الدولة في زايدة وثمانية ويسمي فيهم انا مكاروشي بالنسبة لي ويجيدي اضاف الى ذلك انا درست وتبعت حتى التعليق خاصة انها كان مش محايد جدا وكان معناها في الضمن اللي يعرف السياسة بين السطور ومن الاسماء تعرفوا انه غلب شق شقا على اخر والتوانسة ما نعتديش على اذكاهم وما نسميش انا الشق اللي غلب بالصراحة البارح خطاب سيدة الجمهورية كان مخيب الامان وما كناش ننتظر في خطاب هذا في الظرف هذا بالذات خطاب بالشاكل هذيئ تعرض الارهاب هكا بسرعة هكذا وكأنه ماناش بلادنا في حرب الارهاب وكأنه منذ ايام مانتوناش معناها ابنائنا بالمؤسسة الامنية وخاصة المؤسسة امن الرئاسة اللي يعرفه من يحسين بيجي قاعد سبسي تعرض هكذا بسرعة على الحوار الاجتماعي خاصة متعلق بالاشكال الحاصلة بين الاتحاد عبدالشو واتحاد سناعة التجارة حول المفاوضات الاجتماعية في قطاع الخاص بسرعة وكأنه زوز نقاط هذية هم تعلق بالشحك على نقطة هذة اللي خاصة لها كل الوقت واللي حقيقة نعتبر أنه من موقف كرئيس جمهورية أولاً وثانياً كقاعد أعلى القوات المسلحة في ضرف هذا فهو قاعدنا في الحرب هذية هو القيادة السياسية في حالنا ضد الإرهاب أنه يترق المسألة هذية بالطول هذا وبالدقة هذا بالتفاصيلات هذية هذي مسألة تهم رئيس حزب ما تهمش رئيس جمهورية واحنا كنا في باننا اللي رئيس جمهورية بالدستور يزمو يستقيل وهو استقال وما يزموش يخلط بين المهام الحزبية والمهام الرسمية متاعه وخلط بيناتهم وانا نتسائل شنو موقف عائلات الشهداء اللي ماتو وهو ما يسمى مبارح في السيد الرئيس يحكي على المشكلة بين ولده وبين أحد القيادين وياخذ في مواقف لا تعني تونسيين ولا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد وهو بيده وقال إشكال مع ما عندهمش خلافات كبيرة بيناتهم معاناها كن متشبثين بالكراسي هي تتحللنا مستواج معاناها 4 ساعة من أكثر من نص الوقت تخصر مسألة هذية وتقول لها مسألة هفا ثم يسمينا في قائمة لا تعنينا احنا لا تعنينا مثلا أنا صوت الباجي قاية سبسي حزبي صوت الباجي قاية سبسي في الدورة ثانية هل يعنيني ما قالوا البارح؟ أنا صوت له بش حل مشاكلني ذات تونس ولا صوت له بش يقود البلاد هذية في الفترة هذية السعبة واخترناه لأنه نعتبره ربما كان الأفضل من غيره في المرحلة هذية احنا كنا ننتظر بش يحكينا على استراتيجية بش يدعو إلى حوار إلى مؤتمر وطني مكافحة الإرهاب وهذا ننتظر فيه الكل بش يقول هاو فككنا شبكات هاو حسنا هاو صلحنا وزارة الداخلية هاو عملنا أصلاح في القضاء إلى أخيرهم مسائل هذه الهيكلة جاي يحكينا في مسائل ما تعنيش التوانسة بصراحة وتشوفوا انت التعليق اليوم بتاع التوانسة اليوم تشوف ان المجتمع المدني قاعد يتصدى اليوم كتشوف المثقفين وسينمائيين كيفاش تصداوا للإرهاب وواصلوا رغم الضربات هذية المهرجان بتاعهم وأيام سينمائية وتوجت بالنجاح لما تشوفت حد عم تنسل شغل خذ موقف وطني ووقف وعلق كل إضربات متاعه وقال نلتزموا واحنا من نجموش ينوقفوا هالحرب هذية هالعظيمة بين الندائيين في بعضهم ويدخل فيها رئيس الجمهورية بشكل هذا معناها حقيقة وصلنا للدرجة السفر من السياسة اسمعنا رئيس حزب غير قادر أنه يفرط الاحترام داخل حزبه إذا موش قادر أنه يفرط الاحترام والانضباط داخل حزبه فكيف له أن يفرط الاحترام والانضباط للدولة وداخل الدولة رئيس الجمهورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة